اشتركوا في القناة موضوع للكريتكال أبريزل اهم اشي يعني بالنسبة الي انكم تكونوا عارفين انه بالكريتكال أبريزل الفارماكو اكونوميك ريسيرج we need to evaluate the evidence اللي يزودونا فيه باحثين عملوا تقييم لدفرنت انترونشنس ريجاردين الفارماكوستيكال انترونشن سيربيسيز او واتفر فwhenever decision makers are referring لحي الابدنس او حي الpiece of research we need to evaluate هذا الresearch وwe need to check whether it's a good source of evidence او good source of information تمام هلا why we evaluate economic evaluation studies اول شي احنا دائما we need to provide good information good evidence لالدسجن makers at a lot of circumstances ممكن احتاج اني ااخد الديتا من مختلف او رفرانس او study not conducted in my local setting so what the decision makers will need will need to make sure انه هاي الاستاديز او هاي الاناليسيز اللي ان عملت حتى بسياق خارج الناشنل او خارج المنطقة اللي انا معني فيها وبدراستها انها تساعدني وتكون تنطبق ولو بحيثيات معينة على situation اللي انا عم بحاول اصنع فيه القرار تمام فهي بالعادة بتساعدنا انه تزودنا بمعلومات ممكن تكون هاي المعلومات كافية عن outcomes اللي associated with products drug products services interventions whatever as regarding economic or clinical outcomes فعشان هيك احنا لما نحكي critical appraisal يعني انا بدي اراجع اعمل مراجعة سريعة على الدراسات اللي نعمل فيها تحليل لا الاقتصاديات ونواحة الاقتصادية لاستعمال الادوية او الخدمات الصحية اوكي هلا اول شي بدنا نعرف انه كيف احنا بنعمل critical appraisal كيف احنا بنعمل تقييم لهاي الدراسات وبعدين بدنا نعرف ايش هي اهمية ال data اللي ممكن ناخدها من different evidence اوكي هلا اول شغلة بدنا نعرفها انه بدنا نتأكد انه طريقة الاناليسز الطريقة اللي نعملنا فيها تحليل او تقييم لا خلينا نحكي لا الدراسة هاي اللي بتطلب تقييم الاقتصاد الدواء معين او مية بالمية خاطئة في عنا طرق مقبولة اللي هي الاكسبتبل ميثودز والاكسبتبل ميثودز بتعتمد على عدد من العوامل زي ما شرحنا دائما عنا الابجيكتف لا الايكونوميك اناليسز عنا البرسبكتف للسطادي وانواع الكوس اللي بتدخل معنا بالاناليسز بنركز كثير على time period for how long انا بدي اعمل determination للأوتكمز للدفرنت الالتيرنترز مع الانتربنشن اللي داخلي معي بالمقارنة بدي اطلع على resources واقيم الديتا as related للتايم المني اللي ممكن انه الريسيرتشرز يعتمدوا عليها بآلية التقييم للدفرنت انتربنشنز تمام هلا الستاديز بالعادة احنا ما منتوقع انه يكون في عنا اي بيرفكت استاديز عشان هيك دائما رح تلاقوا انه بكل الدراسات في limitations اوكي فاحنا بهمنا انه دائما الدراسات اللي بتنعمل بتكون practical يعني بنحاول as much as we can انه تنكلود كل الavailable data وتكون practical يعني doable feasible that can be conducted على ارض الواقع تمام هلا بالcritical ابريزل احنا ما بنعمل conduct the real analysis احنا بنطلع على evidence already موجود دراسات معمولة وfinished already فانا بحاول ااخد منها زي كأنها resource للinformation باخد منها معلومات وبيانات بتساعدني بعملية صناعة القرار later on ممكن اعكسها على الدولة اللي انا موجود فيها على المستشفى اللي انا بشتغل فيها واحاول اعتمد على نتائج هاي الدراسات بعمليات صنع قرار لها علاقة بالمكان اللي انا بشتغل فيه فعملية هي مش عملية يعني هي عملية تقييم ل موجود هلا لما بدي اعمل الكريتيك ل يعني في عندي ريسيرج بيبر في عندي ادوية مثلا انا انترستت فيها بروح بعمل سيرج بطلع البيبر اللي الريدي كوندكتد على هذا الموضوع رح اورجيكم بنهاية هاي البرزنتيشن ايش هي الاشياء اللي ممكن اني اطلحها وكيف ممكن اطلحها وبناء عليه ببلش اجاوب اللي هي الفورتين من اللي لازم احاول اني اجاوبها اشوف اذا الريسيرج بيبر اللي انعملت غطت هدول الاسئلة او لا هذا بساعدني كثير باني احكم انه هاي الدراسة كانت هذا ممكن اني اعتمد عليه بعملية القرار بالنسبة للقرار اللي انا بدي اتخذه بالانستيوشن اللي انا موجود فيها اول سؤال لازم يكون فاول اشي بدنا نسأل هل عنوان الدراسة عنوان الاناليسز كان صحيح او لا كيف بدأ اقرر انه العنوان كان صحيح او لا بدي اول اشي اشوف ايش هو الدول اللي تم الدراسته مع ايش عملنا له مقارنة ايش هم الالتيرنتيف اللي بدأ قارن فيه لازم بعنوان الدراسة يكون محدد نوع الاناليسز نوع التحليل سواء كان وفيه بعض الدراسات ممكن تستعمل يعني دمج لنوعين او اكثر تمام عنا من امثلة العناوين اللي ممكن انها تكون خلينا نحكي صحيحة او ممكن انها تكون خاطئة اول مثال عنا فارماكو ايكون ميك اناليسز للي غليب زايد versus غليبي يورايد اوكي بال طبعا هاي الدراسة من ناحية انها غطت ايش هو الانتربنشن اللي انا بدي اقارنه وغطت انا مع مين بدي اقارنه يعني انا الانتربنشن عندي الميديكيشن اللي بدي ادرسه مع الميديكيشن اللي بدي اقارنه فيه بس ايش مشكلتها ما حددت نوع الفارماكو ايكونوميك اناليسز اوكي هلأ هي مش خاطئة بس العنوان تبحها ناقص اوكي هلأ دائما احنا لما هنقرأ التايتل المفروض انه يعطيني ايش هو الانتربنشن ايش الكمباراتورز وايش نوع التحليل اللي نعمل لهاي الانتربنشن مرات طبعا بيكون العنوان غامض يعني مش كامل مثلا ممكن نحكي طيب احنا عن مين نحكي فاني دائما احدد الانتربنشن واحدد الكمباراتور انه مع مين انا بدي اقارنها هلأ في عنا اكزامبل الالتراسف found cost effective when compared للميقاسف طبعا هذا العنوان مرفوض ليش مرفوض لانه هو بيست يعني زي كأنك من عنوان الدراسة عم تحكي انه الالتراسف as a brand هو cost effective اكثر من الميقاسف اول اشي هم استعملوا brand names ما استعملوا اللي هي scientific names ثاني اشي هم كانوا biased يعني زي كأنهم بيحكوا للريدر انه this is the result of the analysis ما حددوا يعني specifically او ما اعطوا general information هم كانوا more toward encouraging اليوز لالالتراسف as compared مع الميقاسف هلأ بعد ما نقارن العنوان او نطلع على التايتل بننتقل ل study objective study objective لازم تكون clear objective شو يعني يعني اول اشي لما ادخل على الابستراكت تبع الدراسة او اوصل للintroduction لازم يكون ال research question عندي واضح اوكي كيف يعني بيكون واضح ايش الobjective للstudy ايش ال aim للstudy فلازم يتكون ال aim محددة exactly مثلا ال research question is about surgery cost effective compared للتمكسفين بالpatients اللي عندهم breast cancer فأنا حددت exactly what i'm looking for بدي اطلع على السيرجري whether it's cost effective او لا وبدي اقارنها بالتمكسفين عند ال patient population اللي عندهم primary breast cancer تمام هلأ من هذا السؤال ممكن انه assembly بعرف انه تايتل لازم يعكس cost effectiveness analysis يحدد لي surgical approach مقارنة بالتمكسفين تمام فالstudy objective لازم تكون واضحة ومحدد فيها كل خلينا نحكي المعطيات اللي بتسمح لي اني بعدين اعمل conduction للدراسة والميثود اللي لازمة واختار الاناليس اللي يعني خلينا نحكي بتكون most appropriate بناء على الstudy objective هلا الtarget population كثير مهم ومرات مش بس الtarget population برضو الsubgroup اللي بكون معنيين بالاناليس تمعت مرات احنا ممكن نقارن between different approaches على مثلا الderly age group مرات ممكن اقارن different approaches مثلا antibiotics استعمالها على البيدياتريكس او على children فمرات كثير مهم اني احدد الpopulation of interest اللي انا طبعا بدي اعمل decision related لهم ولا استعمالات الانتربنشن among them هلأ منيجي على الميثود الميثود اللي هي طريقة عمل الاناليس او طريقة عمل الدراسة اول اشي بالميثود كثير مهم اني احدد البرسبكتب الدراسة اللي عندي من اي برسبكتب بدها تكون هل هي من البرسبكتب تبع البير البروفايدر من تبع الsocietal طبعا كلنا بنعرف انه كثير مهم البرسبكتب لانه رح يحدد لي انواع الكوست اللي رح تدخل بالاناليس اذا ما كان محدد البرسبكتب معناها انا ما بقدر احكم اذا انواع الكوست اللي دخلت بالاناليس كانت هي الانواع الصحيحة او الخاطئة كثير بهمني اعرف انه الدراسات اللي انعملت باي بلدان او باي خلينا نحكي هلتكير سيتنغ هذا الاشي بساعدنا كثير خصوصا اذا انا بدي اروح اجيب نتائج دراسات انعملت مثلا بامريكا امريكا كالترالي is very different from جوردن هلا لما بدي ااخد نتائج دراسات واعكسها على الاردن بهمني اني ااخدها من مناطق بتشبه الاردن يعني سعودية عندها كالتر شوي بيشبه الكلتر اللي عنا فممكن نعتمد على دراساتها برضو تركيا يعني مع انه في فروقات شوي بين الاردن والسعودية او تركيا بس برضو من ناحية كالترال ممكن شوي نتشابه اكثر من تشابه الاردن مع امريكا مثلا او مع الوستن كنتري تمام وذن الميثود كمان كثير مهم اني احدد الكمباريتورز انا مع مين عن بقار الانترفنشن اللي انا انترستد فيه بهمني احدد الدوز لفريكونسي لديوريشن يعني كثير مهم هاي التفاصيل الكلياتها تكون محددة بالميثودز او طريقة التحليل اللي انا بدي اعتمدها فمجرد ما دخلنا على الدراسة اول اشي بنعمل تقييم لالتايتل بعدين بننطلق لالوبجيكتفز بعد الوبجيكتفز مباشرة الميثودز وبنشوف اذا قطوا هاي النقاط كاملة او لا هلأ وذن الميثودز كمان بيجي التايم هورايزون اللي هي فترة يعني عمل الدراسة احنا يعني مثلا خلينا نحكي بالكرونيك ديزيز اكيد لازم اكون اعملت او اعملت مونيتورينج او اعملت ممكن عشر سنين ممكن خمسة سنين حسب المرض واليبروغلونس لهذا المرض طبعا كل هاتنا منعرف انه التايم هورايزون كثير بيأثر على الدسكاونتين والدسكاونتين دائما منعرف اذا امتدت الاوتكمز لمدة اكثر من سنة ممكن احتاج اني اعمل الدسكاونتين الدسكاونتين بيعني عمل حسب الدسكاونت ريت بالمنطقة اللي انا موجود فيها وبنعمل على الكوست والاوتكمز مش بس على الكوست برضو على الاوتكمز وحكينا بيكون محدد هذا الريت من البنك المركزي مثلا بالاردن فلازم ارجع واشوف اذا طبقوا الريت الصحيح حسب السنة او لا تمام برضو بدي ارجع اعمل حكينا بالتايتل كثير مهم انه يكون محدد لكوست افكتفنس كوست اوتيلتي كوست بنيفت او كوست منيزاشن بالميثود بدي ارجع اشيك هل اللي كان موجود بالتايتل نفسه اللي نعمل بطريقة يعني عمل التجربة او عمل التحليل الاقتصادي بالنسبة لهذه الادوية فاذا حطولي بالتايتل بالعنوان انه بدي ادخل على طريقة العمل على الميثود واتأكد انها عملت بالطريقة الصحيحة اللي هي الكوست افكتفنس اوكي كثير مهم اني اشيك على الاوتكم الاوتكم اللي عم تنعمل للديزيز معين او لانترفنشن معينة هو الاوتكم اللي ريليفنت لا الانترفنشن وريليفنت لا الديزيز اندر الريسيرج تمام هلا كثير مرات بتنعمل الدراسات وما بيكون عنا كل المعلومات موجودة من نفس المصدر ففي كثير دراسات بتنعمل وبياخذوا بتكون موجودة هاي الداتا من دراسات مختلفة يعني مثلا انا بدي اعمل دراستي اليوم بروح بجمع مثلا بشوف شو فيه انفورميشن ان عملت بالسعودية جزء من الكلينيكل اوتكمز بتكون مثلا موجودة بتركيا بروح بجمع هاي المعلومات وبحطها عندي بدراستي لانه صعب اني اجمعها مرة وحدة هلا كثير مهم اني اطلع اعمل تشك على الريفرنس لما يحطولي هاي السورس أوف انفورميشن بروح بشيك الريفرنس تبعي وبتأكد بانه الدراسات اللي اخدت منها هاي الديتا كانت دراسات صحيحة وانعملت بطريقة سترونج وفالد تمام ليش طبعا لانه دائما اذا كانت الديتا اللي انا اعتمدت فيها بدراستي الحالية هي بور ديتا رح تأثر على الديسجن اللي انا بدي اعمله بالفارماكو ايكونوميك اناليس تبعي تمام فكثير مهم انه نعرف انه الديتا بدي اطلع واشيك على الريفرنس تبعي انا من وين اخدت الديتا مش بس بهمني انه موجود الريفرنس او لا بهمني كمان اني افتح هذا الريفرنس واتأكد انه كان valid reference زودني بمعلومات صحيحة اقيمه بشكل دقيق عشان اتأكد انه الديسجن تبعي كان precise وaccurate وrelated ل الproblem under study اوكي مثلا اذا كانت دراستي بدي اتأكد كيف جمعوا الديتا عن اليوتيل بدي اتأكد انه الريفرنس بيز اوتكمز الجمعت والطريقة الصحيحة حكينا كل population الريفرنس بكون مختلف عن الريفرنس الثانية صعب كثير اقارن او ااخد ديتا من اليو اس اي او مثلا من يو كي واحكي هاي الديتا انا بدي افترض انها يعني قريبة جدا من المعلومات اللي لها علاقة بالاردن تمام بس بسهولة ممكن اطلع على الريفرنس ديتا من السعودية واحكي اوكي بقدر ااخد هاي المعلومات واستعملها از ابروكسيميشن او اي كان اسيوم انها قريبة جدا من اليو تيليتي ديتا اللي ممكن تطلع عندي بالاردن نفس الشي اللي هي الكوستينج ديتا اذا ما كانت الكوستينج ديتا موجودة عندي بمنطقتي اللي انا بدي اعمل فيها هذا القرار لازم اتأكد انه الدولة او المكان اللي اخدت منها الكوست ديتا هي قريبة جدا من المنطقة اللي انا فيها يعني مثلا الاردن سوريا لبنان العراق كلياتنا تقريبا عنا the same economic status فممكن ناخد الديتا from each other وبنتوقع انه احنا متشابهين شوي من ناحية ايكونوميك فممكن انه احنا نرجع لدراساتهم وناخد منها الكوستينج ديتا وممكن هم يرجعوا لدراساتنا وياخدوا من عنا الكوستينج ديتا الكرنسي لبرايز ديت والكونفيرجن طبعا كل ياتنا منعرف كل دولة اللي هوا عملتها كثير مهم اني احط ايش العملة اللي انا اخدتها واعمل عملية التحويل بين العملات الصحيحة اعتمد على وقت الدراسة وبهذاك الوقت كيف كان عملية التحويل بين العملات واذا كان بحتاج بعمل برجع للوقت اللي نعمل فيه وفور هاو لونج you are projecting in the future او هاو لونج you go back in the past تمام هلأ بالنسبة للمودل المودل بيعتمد على انه انا بدي اعمل مودل بيزت اناليسيز او لا تمام رح نحكي عنها لما نحكي عن المودلينج اوكي فكثير مهم انه كل الديتا تبعتي تكون كلياتها افيدنس الريفرنس تبعها موجود واقيم الريفرنس بالطريقة الصحيحة اوكي هلأ واذن الاناليسيز كمان بهمنا كثير انه اطلع على الديتا مثلا اذا بدهم يعملوا مثلا اطلعوا على الديتا وحكوا انه الديتا ما كانت اش نورمالي دستريبيوتيد كانت سكيود هاي اشياء بالاناليسيز ممكن يحكوا لي عن الميسنجنس في اجزاء كانت ميسنج واخدوها من خلينا نحكي سيجمنت مختلفة من الليتريشور مرة تبع من اعمل اكسترابوليشن مثلا في عندنا ديتا على البيدياتريكس ممكن اخذ هاي الديتا واعكسها على الادلتس او حتى على الادري هاي النقاط كلياتها لازم تكون يعني ادرست وذن الميثودز تبعات الدراسة اللي انا عم براجحها واكثر اشي بيساعدني اني اشيك على الميثودز والديسجن تبعي اللي هي زي ما حكينا بمناقشة المجموعة لازم رأكم انه السنستفتي اناليسز السنستفتي اناليسز هي بتساعدني اعمل تست within specific range بتأكد انه الدسجن تبعي كان صحيح مش بس على نقطة المين او على نقطة الميديان لا باخد الاناليسز باخد الاست بوسيبل والهايست بوسيبل وبعيد الاناليسز مرة ومرتين وثلاث حتى اتأكد انه الريزلتس ما رح تتغير بوجود هذا الvariation اللي surrounding my data سواء كانت economic data او clinical data تمام بالنسبة لنتائج الدراسة طبعا نتائج الدراسة لازم تكون بتعكسلي اللي هي الvalues الرanges الرفرنسز كلها البروبابيليتيز اللي اتاخذت وانعملت منها النتائج تمام هلأ دائما احنا بدلا نحكي انه مثلا نتيجة الدراسة تبعتي طلعت انه drug x is cost effective among elderly population او مثلا among females who suffer from depression فانا كثير بهمني انه احدد exactly ايش السب group بنتائج الدراسة وين الديسجن تبعي بيكون applicable وممكن ااخذه على اي group من هاي ال population دائما بالresults بالدراسات بهمنا كثير نرجع للتابلز اللي لخصتلي شو نتائج الدراسات طبعا بكل المحاضرات وكل انواع الاناليسز كنا نعرض لكم اجزاء من التابلز اللي بتلخص خلينا نحكي نتائج هاي الدراسات مثلا بال cost effectiveness analysis كنا نحط الايسر وكنا نشوف انه كيف نحسب الايسر لكل intervention مع الكمparators وكيف كانت المقارنات بيناتهم اوكي فاحنا دائما بهمنا انه نتأكد انه بالنتائج المين ايسر ارجع اشيك اذا تمت عملية الحساب بالطريقة الصحيحة او لا وبرجع بشيك على كل اشي انحسب سواء كان لل intervention او بالنسبة لل sensitivity analysis كل دراسة بين عمل فيها فرماكو economic analysis لازم بين عمل فيها sensitivity analysis مرة ثانية sensitivity analysis هي بتشيك لي على uncertainty يعني كل ما sensitivity analysis ورجتني انه decision تبعي او الresults تبعتي كانت not sensitive على change according للvariation كل ما كان decision تبعي اقوى تمام فالمفروض انه الresults تكون not sensitive للchange اللي within الvariation تبع البرامتر او تبع اللي هي the outcomes او economic values اللي دخلت عندي بالدراسة اوكي الdiscussion طبعا الdiscussion بالعادة هو بلخص لي study finding بقارنها بالother settings اوكي مثلا ممكن ممكن نحكي انه انا دراستي كانت معنية بمرض السكري عند الpatients اللي عندهم chronic diseases هلأ ممكن احكي اوكي هاي دراسة ممكن اني اعممها مثلا برضو عند المرضى اللي عندهم acute conditions مش بس chronic diseases هاي بتعكس مثلا كيف الresearchers ناقشوا النتائج تبعتهم وعكسوها على different settings different groups of patients او different populations اوكي مثلا كثير مثلا رح تلاقوا انه دراسات بالكويت قارنت نتائجها بدراسات بالاردن مثلا ممكن اثناء الdiscussion يناقشوا اللي هي ايش المشاكل اللي واجهتهم اثناء هاي الدراسة وكيف ممكن يحطوا حلول الها in future عشان يتخطوا هاي الليميتيشنز او هاي خلينا نحكي الproblem while conducting studies اوكي الguidelines بالعادة بكون في عنا guidelines فارماكو economic guidelines هلأ في دول فيها guidelines established منشورة وموجودة في دول ما بيكون فيها هاي الguidelines الguidelines كثير مفيدة لانها بتعملنا standardization للميثود يعني خلص بتحدد لي اذا عندك x وعندك y you can conduct this type of analysis اذا ما عندك patient او population preference data you cannot conduct the cost utility analysis اوكي برضو بالguidelines هاي انها بتساعدني اني اقلل البياس بتقلل اللي هي نسبة الخطأ اللي ممكن تصير بالdecision او بالresult وبتزيد من يعني امكانية مقارنة النتائج ما بين different studies اللي بتكون معمولة على topic 1 او على نفس الميديكيشنز اوكي هلأ بالنسبة للguidelines اذا بدنا ندور على guidelines رح نلاقي مجموعات كبيرة من الguidelines اللي بتغطي عنا اللي هي الفارماكو الاباكو الاباكو تمام هاي اكزامبل طبعا هاي الاكزامبل على هاو وي كوندكت اللي هي سيستيماتيك ريبيو او خلينحكي كريتكل مختلفة اللي خاصة الدراسات اللي هي تشيرز كونسوليديتد هيلث ايكونوميك ايوالواشن ريبورتين ستاندرز وحكو لنا كيف انه هاي تشيرز ساعدت كثير ب يعني الاناليسز والأبريزل او الكريتيك ل الديفرند فارماكو ايكونوميك ستاديز طبعا هاي تشيرز شكليست زي ما انتو شايفين هاي النقاط اللي بدي اروح اقيمها جوة البيبر اللي انا بدي اطلحها واخدها او اول ايتم اللي هو التايتل والابستراكت او التايتل في عندي جوة التايتل بدي اطلع على اذا هم حددوا نوع الدراسة شو الايكونوميك افلواشن لنعمل وحددوا التايب اكزاكت او لا بالابستراكت طبعا بدي اشوف اذا كان عندهم استركتش سامري في عندهم ابجكتب البرسبكتب الستين والميثود الريزلت والكونكلوجين هدول الايتم كلياتهم لازم نكونوا محددين جوة الابستراكت هون نعمل او انه ما نعمل بالانترودكشن بدنا نشيق على الباكي جراون مغطية الديزيز كامل البروغنوس الديزيز مغطيت الكلينيكال اوتكمز الابجكتب تبعتي كانت محددة كيف انا بدي اطلع على هاي الانترونشن مع ايش بدي اقارنها الميثود زي ما انتو شايفين في عندنا هون يعني ديفرنت ايتمز لازم احددها جوة الميثود بدي اشيك عليهم واحد واحد واشوف ايش انعملت صح او ما انعملت بالطريقة الصحيحة فسيمبلي انتو بتكون تعملوا لهاي الكريتيريا وتحطولي هون صح او خطأ يعني انعمل او ما انعمل given انه انتو عندكم الدراسة اللي اخترتوها بتكون تطلعوا عليها وتحددوا شو اللي عملوا within هاي الستديز تمام فهاي الاتمز كلياتها بدينا نمشي عليها واحد واحد ونشوف اذا عملت ولا لا مثلا عندكم هون على سبيل المثال choice of model طبعا choice of model ممكن الدراسة ما استعملت modeling ما استعملت اي model فهون اسيمبلي انتو ايش رح تحطو رح تحطو NA NA يعني not applicable not available not needed not applicable تمام مش انه صح او خطأ لانه هون ما كان فيه داعي ينعمل model او يتحدد model ما كان فيه ماركوف او decision 3 model اوكي اذا كان فيه عندهم اي assumption بدنا نحدد اذا الassumption اللي عملوه كان صحيح او لا تمام مثلا بيحكوا لنا الassumption مثلا انه الclinical data اللي بسعودية بتحكي انه 90% من الpatient اللي اخذوا هذا الدواء مثلا صار لهم cure الassumption تبعهم انه الclinical outcome بالسعودية بيشبه الclinical outcome عنا بالاردن فاحنا بدنا نفكر بطريقة وباخرى assumptions هي assumptions يعني خلينا نحكي قريبة من الواقع حقيقية صحيحة او غير صحيحة هاي هم السبعة عشر items اللي ممكن انكم تدخلوه وتشيكوهم على ال papers اللي انتو رح تختاروهم شوفوا هون مثال على critical appraisal ل different studies تمام شوفوا كيف التقييم كان هاي different studies مثلا انتو مش مطلوب منكم انكم نكون عندكو اكثر من study هاي study 1 study 2 study 3 4 5 6 يعني etc اوكي انتو مطلوب منكم بالدراسة الواحدة الدراسة مثلا هاي الدراسة اللي انتو اخترتوها اول سؤال title اوكي n يعني no y يعني yes فعندكم او yes او check يعني يا صح يا خطأ واذا ما كان applicable بتحطو not applicable يعني لا ينطبق هذا الايتم على الدراسة اللي انا قيمتها تمام هاي الطريقة اللي بتنعمل فيها لcritical appraisal using اللي هي خليلين نحكي different sources resources اللي ممكن تساعدني اني الاخص هاي الافيدانس اوكي هاي مثلا مثال cost effectiveness of adjuvant chemotherapy for early breast cancer comparison no chemotherapy and first second and third generation regimens للpatient with different prognosis اوكي هون طبعا من التايتل ممكن نطلع اوكي هم type of analysis can cost effectiveness ايش قارنوا قارنوا no chemotherapy three different generation regimens اوكي فهم حددوا لي ايش هم الانتربنشن مع ايش قارنوها وحددوا نوع المقارنات بعدين بدي ادخل جوا الدراسة واقيم item item اذا كان موجود مش موجود او not applicable على الدراسة اللي انا براجع فيها هيك طبعا بنكون كملنا كل هاي ال items حاب انا اعرض لكم اللي هو example كيف ممكن نعمل search ل paper غلينا نعمل stop share وندخل على البوب mint عشان تشوفوا كيف ممكن انه احنا نعمل search بطريقة بسيطة اوكي هاي هلا بدي اعملكم share screen again اوكي هاي زي ما انتو شايفين الان هاي عندكم اللي هي البوب mint ندخل على البوب mint simply ممكن اكتب مثلا farmaquo economic analysis للlong acting insulin طبعا search اول ما اكبر search رح تطلع عندي مجموعة من الدراسات اوكي هاي الدراسات ظهرت بتطلع العنوان الاول utilization trend of long acting insulin بتخيل انه هاي شوي مش قريبة على ال farmaquo economic analysis هلا هون ممكن ادخل cost effectiveness long acting insulin versus intermediate long acting human insulin هاي الدراسة ممكن تكون قريبة من الاشي اللي انا بدور عليها باختارها وبدخل على الدراسة هلا زي ما انتو شايفين هاي الدراسة مبينة واضحة جدا هي farmaquo economic analysis لل insulin فأنا interested بال insulin كتبت farmaquo economic analysis بال insulin حدا ممكن يكون interested ب مثلا lipid lowering agents ممكن يحط مثلا cost effectiveness أو farmaquo economic analysis ل triglycerides أو مثلا لأي نوع من أنواع الميديكيشن اللي ممكن هو يكون interested بيطلع معكم دراسة هاي الدراسة اختاروها وبلشوا اطلعوا على ال items فيها item item طبعا هون بالبداية بعد ما تعملوا search هاي طلع معكم ال abstract به الطريقة تمام نقدر نختار هون نختار ال paper عشان تكون عنا كاملة موجودة هاي paper as pdf ممكن أفتحها وأطلع معلوماتها كاملة عشان أقدر أراجحها كpaper كاملة زي ما انتو شايفين هون هاي الpaper بكل تفاصيلها في عنا هاي الabstract هاي title هاي الabstract تباحها تمام وهاي بكون عندي introduction بعدين بدخل على methods بشوف كل الحيتيات اللي ممكن انها تفيدني بعملية critical abrasion زي ما انتو شايفين هون cost effectiveness analysis different types of insulin هاي the tables اللي حكينا عنها زي ما انتو شايفين effectiveness for cost effectiveness analysis فهاي أنا بقدر برجع بعبي checklist إذا عملت أو ما عملت أو ما كانت available أو applicable تمام هاي sensitivity analysis كان كثير مهم انها تكون موجودة وreported فبسهولة ممكن أشوف اوكي هون بحط check sensitivity analysis was conducted إذا ما كانت موجودة بحط cross انه x it was not conducted وهاي بتكون واحدة من على هاي الدراسات بتمنى يكون هيك الامور كلها واضحة لكم و يعني البروجيكت رح يتقيم بهاي الطريقة على checklist اللي انتو رح تسلموها اتجابوا كل الأسئلة اللي related للpapers اللي انتو اخترتوهم يعطيكم الف عافية وبتمنى لكم التوفير اشتركوا في القناة